بسم الله الرحمن الرحيم مشكلة شائعة تحصل في سيارات فورد وهي في الأساس عدم معرفتنا بطرق الاستخدام الصحيحة المشكلة كالتالي أن السيارة تفتح بأي رقم مثلا السيارة اللي معنا الآن هذا هو الرقم ثلاثات فتحت السيارة أيضا بالرقم أربعات فتحت السيارة اللي ما نعرفه أنه أساسا ثلاثة وأربعة هي رقم واحد وليست رقمين يعني واحد واثنين خانة واحدة ثلاثة وأربعة خانة واحدة خمسة وستة كذلك سبعة وثمانية كذلك تسعة وصفر كذلك أيضا السيارة تفتح برقم خمسات وأيضا بالرقم ستات تفتح السيارة إذن رح نتعرف بإذن الله على كيف تحصل المشكلة هذه وطريقة حلها أي سيارة فورد بمجرد خروجها من المصنع إذا كانت مجهزة بنظام لوحة مفاتيح الأرقام يكون مسجل عليها رقم مكوّم من خمس خانات مختلفة عن أي سيارة أخرى الرقم هذا يسمى فيكتوري نمبر أو رقم المصنع لا يمكن تغييره لا يمكن حذفه لذلك دائما أنصح ملاك سيارات فورد بمجرد أن تستلم سيارتك مباشرة تضع رقم جديد مكوّم من خمس خانات لا بد أن يكون مكوّم من خمس خانات والسبب كالتالي لأن الرقم الجديد تستطيع إلغاؤه أي رقم مضاف على رقم المصنع تستطيع إلغاؤه فلربما كشف الرقم الذي أنت ضايفه من الأطفال أو من أي أحد أنت محاب أن يفتح سيارتك تستطيع إلغاء هذا الرقم وإبداله برقم آخر جديد لكن رقم الوكيل أو رقم المصنع لو انكشف لا تستطيع أبدا تغييره إلا بطرق معقدة جدا ومكلفة بالنسبة لمشكلة أن السيارة تفتح بأي رقم هذه أصلا لا وجود لها ليست مشكلة ولا أحد يستطيع فتح سيارة فورد إلا برقم مسجل ولكن أحيانا مع كثرة الاستخدام عدم معرفتنا بطريقة الاستخدام نضيف أرقام جديدة بدون ما نشعر أيضا لربما تعاقب مستخدمون على هذه السيارة وكل مستخدم يضيف أرقام إلى أن وصلت إلى كم كبير من الأرقام فصارت السيارة تفتح بأي رقم طريقة إضافة أي رقم جديد أو إلغاء الأرقام القديمة سوف نتعرف عليها الآن ودائما كنت أذكر في جميع مقاطعي شيء اسمه ليرن مود ليرن مود هو إدخال أي قطعة إلكترونية في السيارة إلى وضع البرمجة الأشياء اللي يلزمنا على أساس ندخل فيها سيارة فورد لوضع ليرن مود بالنسبة للأرقام أو لوحة مفاتيح الأرقام هي وجود الرقم الأصلي يعني حتى لو أضفت رقم جديد لا بد أنك تحتفظ بالرقم الأصلي لأنه على أساس تعمل أي عملية برمجة لا بد لك من الرقم الأصلي الطريقة كالتالي نفتح السيارة بالرقم الأصلي اللي هو 9 7 5 7 0 طبعا هذا الرقم خاص فقط بهذه السيارة السيارة مباشرة راح تفتح معك بعد ما تفتح السيارة طبعا لازم السرعة السرعة في العملية السرعة في التنفيذ معاك من كل خطوة والثانية فقط خمس ثواني إذا تأخرت أكثر من خمس ثواني راح تتوقف العملية ويلزمك تعيد من الأول لكن أنا للشرح راح أعطي وقت كافي بعد ما تفتح السيارة hold على رقم واحد واثنين لمدة ثلاث ثواني أو أنه تضغط طبعا باستمرار على الرقم واحد واثنين لمدة ثلاث ثواني مباشرة السيارة بتقفل الأزرار أو الحبات وتفتح مرة أخرى الآن السيارة دخلت على الليرن مود بمجرد كتابتنا لأي خمسة أرقام راح تسجل كرقم جديد ورح تقفل معنا السيارة وتفتح لكن إذا أردنا مسح جميع الأرقام السابقة نستمر أيضا بالضغط على واحد واثنين لمدة خمس ثواني الموديلات القديمة راح تقفل السيارة وتفتح معاك الدليل أنه خلاص مسحت جميع الأرقام وطلعت من ورها البرمجة أما الموديلات الحديثة بعد الاستمرار بالضغط خمس ثواني تروح تقفل السيارة بالرقمين سبعة وثمانية وتسعة وصفر وبكذا تكون ألغية جميع الأرقام اللي موجودة في السيارة إذن نفتح السيارة برقم الوكيل واحد واثنين لمدة ثلاث ثواني باستمرار بعد كذا تشيل يدك الآن إحنا نخلنا على اللير المود أي خمسة أرقام راح تسجل فلو جيت سجلت عشر أرقام سجلت الخمسة الأولى وقفلت وفتعت هذا يعتبر رقم اللي يفتح السيارة الخمسة اللي بعدها رقم آخر وهكذا فإذا أنت دخلت على اللير المود ولا أخبط راح يضيف لك أرقام كثيرة كيف تلقيها؟ أيضا ترجع مرة ثانية تقفل السيارة تفتحها برقم الوكيل حولد على واحد واثنين لمدة ثلاث ثواني سيارة راح تقفل وتفتح دليل أنه دخلت اللير المود وفي اللير المود الآن إذا ما أضفت أي رقم جديد بس استمرت والضغط على واحد واثنين لمدة خمس ثواني راح يمسح جميع الأرقام لا أنسى ذكر أنه أيضا سيارات فورد الموديلات القديمة لما تكون في اللير المود بمجرد الضغط على الريموت كنترول راح يتبرمج الريموت كنترول أمثال مركيز جران فكتوريا الموديلات القديمة لذلك أحيانا لما تدخل على اللير المود بعد فتح السيارة واحد واثنين ثلاث ثواني ودخلت السيارة على اللير المود ورجعنا على واحد واثنين لمدة خمس ثواني يمسح جميع الأرقام وأحيانا يمسح جميع الريموتات المبرمجة على السيارة فيلزمك أنه لو توقف معاك ريموت كنترول السيارة أنه ترجع تبرمجه بعد ما تدخل على اللير المود فقط كبسه على أي أزرار الريموت كنترول أو برمجة الريموت كنترول بالطرق الأخرى مثل فتح السويتش لمدة ثانيتين وإغلاقه باستمرار خلف بعض ثمان مرات رح تقفل وتفتح الحبات وبعدها أي ضغطة على زر الريموت كنترول رح تفتح معاك السيارة دليل أنه تبرمجت لو نلاحظ الآن السيارة ما تفتح أبدا بنفس الأرقام اللي كانت تفتح فيها من شوي ولكن لما نفتح السيارة بالرقم الأصلي رح تفتح معنا طبعا ما ننسى أنه الرقم أربعة يفتح جميع الأبواب الرقم ستة يفتح الشنطة أو الدبة زي ما يسمونها أخوانا الخليجيين طبعا لو نلاحظ الآن أيضا هذا وضع دخلت السيارة فيه للسيكرتي مود أنه ما تفتح أصلا السيارة إلا بعد وقت معين موجود في الكتالوجي يختلف من سيارة إلى أخرى لأنه إحنا حاولنا محاولات كثيرة خاطئة فتظهر لنا الإشارات هذه في الختام لا أنسى ذكر أنه الأرقام اللي استخدمتها لفتح السيارة مختلفة طبعا أن الأرقام اللي وضعتها وقت الشرح وهي أيضا في الأخير ليست الأرقام الأصلية لفتح السيارة اللي استخدمتها لأنه أنا أول واحد لازم أحافظ على السرية على أساس ما أجي بكرة وسيارة صديقي اللي أعارني إياها فاتحينها كل اللي في الحارة أتمنى أنه تكونوا استفدتوا وكان الشرح مفيد إذا عجبكم المقطع اشتراك في القناة واللايك وشير للمقطع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم أحمد الحربي ترجمة نانسي قنقر